السلام عليكم حبيباتي وصباح الخير عليكم واشالله الفيديو ديالي هادي تلقاكم كمنا مهنين دائما مع الفيديوهات التحفيزية ومع التدابير ومع الافكار اللي تساعدنا في المطبخ ديالنا كيما راكو تشوفوا البنات اول حاجة راني ندير فيها شاكمتا مور الامتحانات هي خسيلة على الفرش راني بشوية بشوية نقص يادراش كون لي رايد دير كيما انا المهم ومبعك مور ما حطيت الافلانش ديالي راحت اللحمي صالي ما نسيت ما بيتهاش لسواغ ميرحا يعني تستفادوا من هاد التدبير وكين ملاحظات يعني يخصوا المبتدئات بون البنات كيما راكو تشوفوا هنا يا الحميصة ديالي دائما ممكن جين بيتها يعني نرقدها دائما الحميصة ديالي نحكها ما بني ديالي ثلاث مرات ربعة مرات حتى الما يخرج صافي كين بزاف اخوات يغلطوا يعني ويشور الحميصة ديالهم يحطوها في معون ويحطوها يديروا لها الما يخلوها تبات شوفوا الاوسخ اللي تخرج من هالبنات شوفوا ثلاث مرات وانا نحك فيها ودائما يعني كامل الحميصة كيف كيف يخي مشيتو حد شروا الحميصة تشمخوها في الما وغضوة من دك بش تبدو تشلو فيها وهي يعني تبات في الوسخ ديالها وفي الغبار وفي هادوك المواد اللي يبسوا بهم يعني هادلي ليجومسك اغلو غردو بلكم انا شللتها حتى نخلاص بس كالاش مين دك نطيبو الحميصة وصحقو الما ديالها كيمال اليوم رح نشارك معكم واحد الطبق ايبا نصحق المال اللي رح نطيب فيها الحميصة اغلوش درت حطيت الحميصة ديالي في الما يغلي وغلقت ما كاكوت منوت وحطيتها بجه ياخي مشي حطيتها فق النار حطيتها بجه وخليتها ومبعدها كدر تفدر شوية رح نوجد معاكم واحد يعني الفوكاشيا هاد الخبز الايطالي الهايل وش نسحقو فيه البنات نسحقو فيه 600 غرام بتاع فارينا 60 غرام بتاع زيت اللي هو نص كس البنات ونبسوها كي ما نبسو نبسوها تخيبيا ما نحقروهاش نبسوها حتى تولي مبسا تخيبيا وتولي مرملة وعندنا الخميرة 15 غرام بتاع تاع الملح لبنات و25 غرام سكر و10 غرامات تاع الخبز للي فيوغ بولانجر نخلطو كلش بيسوغ مع الفارينا اللي بسناها بالزيت ونبداو نشمخو فيها لبنات الكمية تاع المرح نشوفوها معايا لبنات لي مالفا تدير الخفاف يبلع تكستور تاع الخفاف ولي ماشي مالفا كي ما راكو تشوفو استعملت زوج كيسن تاع الماء وزوج مغارف هاكدك المهم شوفو ببرك معايا لبات كيفاش تكون ونبعك نخلطوها بهات الطريقة ونخبطوها كلي زعمان نخبطو في البغرير كي ما كنا زمان ولا الخفاف بنفس الطريقة حتى نتولي لبات تاعنا فريمان ليس ياخي فريمان تخي ليس نبدا نزيت في الماء بلاق البلاق لها كوشتو الكمية زوج كيسن وشوية يعني واحد زوج كيسن وزوج مغارف ولا بات تاعي شوفو كيفاش هاني نخبط فيها ها هي لك شوفو حتى نتحصل على هاد القوام القوام يكون فريمان ليس ندلو شوية تاع الزيت شوفو القوام كيفاش ولا باش يجينا يعني يجينا فوكاشيا مانيفيك البلاتو اللي راح نحط فيه الفوكاشيا ديالي هو اللي ندهنو قبل بالزيت ونحطها تخمر فيه ولا نحط لابات تاعي تخمر فيه البنات هانا الماء مامسا شيلين غطيبه ندير فيه الزيت تحبو دو كنتو ما تستعملو مدافي تحبو تستعملو ماء بارد كيف كيف المهم عطوها الوقت باش تخمر ابخي قريب ساعة شوفو الحميسات تاعي كلي رقتها لي الكاملة نضيفة تشعل شعيل دركها وش راح ندير راح نطيبها لبنات نص طيب وش نسحقو نديرها الماء يغلي كيف كيف ندير معها حبات عبصل تحبو ديرولها شفية فلفل البيض الملح برك ما تديروش بش ما تقرسلناش فقط هدا ما كان قوم بعدها نحطها الطيب نغلق عليها وراح ندير معاكم وحت طبقتها الحميسة شوفوش نسحقو فيه الدرسة هاي للبنات هادي شدوها عندكم فلفل دريس هداك الفلفل الرقيق الحار شيل اللي توحطيتو في أمبال تاع الميكسر وزيت سنينات تاع التوم لبنات التوم تانيك ملاحظة نحولها العروق هادوك ليجوا الداخل هادوك مش يملح ودرت فوقهم حبها تاع طماطيش طماطيش مغير فاتع طماطيش مصبرة فلفل الكحل وكمون هدا طواجن تحميصة يجي بزف بنين هادو الدرسة البنات احفظوها تلقوها بزف في رمضان يعني في شحن من طبق يجي في غيمون درسة اكس بخاس بأليماني فيك هنا زيت زيت درت الملح نغمال موندوك نزيد العكري ما انا نسيتو رحت رحيتها زيت العكري زيت كملت رحيتها وشوفو النتيجة تاع الدرسة تاعنا اكس بخاس هادي تكوني مزروبة يعني المهرس ما كاش الوقت ولا ديريها يعني في غيمون رائحة ديالها مانيفيك درت الدرسة ديالي وحطيتها بجيه ورحت بعد ما خمرت العبات تاعي بديت نحل فيها بهات الطريقة شوفو كيفاش نندير بسبعتية نطقو بها كلي هكذا بسبعتية حتى نتالي العبات تاعي كاملة في البلان كيمارا كوتشوفو هاهي اللي كلابات تاعي تتالات كانت خمرت يعني جاتني بغيمون تخي فاسيل الوغلبنت هنا عدنا الطوماتيش نتحبو تنحولها القشرة نحولها زرعة قطعوها قطع انا هنا عندي لطومات سوريز منتو ما ديرو الطوماتيش العادية وعندي هنا يا هادك زيتون كونكاسي يجي شوية حار تقدروا تصدغنوا عليه يجي هايل درت هنا زيتون الخضر وزيتون الكحلوة كيمارا كوتشوفو وليديرا ويعاون فيها نخليها فيك بليزي خلو وليداتكم يدخلو يديهم معاكم في الكوزينة باش تحبوهم في الطبخ كساس والبنات ولا الدراري كوشتو الدراري انجنة غالبنات ولا ولاد يحبو يدخلو يدهم مكاين انسات يحاوزوهم وباك يكبرو يقول لك علش ما يحبوش يعاونونا هلو غانايا نخلي ولادي ما عندي حتى مشكل وهاكدا خرجو كاملة يحبو الطبخ ومبعدا بعد ما درت زيتون الكحلوة نحكلو العظم بيانسور درت لزرب دو بروفنس ليهوما هادوك الأحشاب العطرية روم يتباعو يعني في الأسواق بعد ما خمرت زيت خليتها تخمر ياخي ومبعدا بديت نهبط فلا توماتتاي ولي تقدرو مم بسبعتكم تعودو ديرو لمم موفمان وندخلتو شفت يعني الحميسة تاي بعد ما غلقت عليها مدة عشرين دقيقة طابت نقولو اه تمانين هاكاك بالميوم انا الفوكاشية تاي راي في الفوق وراني نطيب في طويجن ديالي سخنت شوية تاي حتزوج مغارف تاي الزيت وحطيت الدرسة لي وجدناها كيف كيف نخليها تتقلة شوية بينسيخ بشتوم بتاعنا يديت حميرة هنا ما نخافوشي نحرق لنا التوم بسكره ليك مع الدرسة وحطيت الحميسات ديالي وخليت ها تانيك يعني تشرب هاديك الدرسة ومبعداتيك شمخت بالماء تاع الحميسة البنت شتو الماء اللي غليت فيه الحميسة هو اللي مرقت به وصدقوني هاد الطابق يجي بزاف بزاف بنين بوختو هاكو شتو نيجاج نيلحم نيغين جوتو وهاد الطابق مشي دوبارة باركو تقولولي دوبارة دوبارة مشي هاكدا هنا دلثلها حشيش مقطفة ووز تغلقت عليها يون دي زين دو مينوت هاكدا الحميسة تاعي طابت زبي دا ووالا انا هنا مع الاخر راح نرميل ها الموالح هادا يال يعني الزيتون لي جي كونكاسي مع حشيش مقطفة وطبق ديالي راهو وجد طحنا سوا سوا زيت طابت الفوكاشية تاعنا جاتو غي مو بزاف تخي تخي بان هادو مقادير مضبوطة شفاو عليها باركو البنت وان شاء الله هتجربوها هاو الطبق تاعنا تعل حميسة كينواجد وهيليك الفوكاشية تاعنا جي فريمان مانيفيك جيمهوية يعني ديان زيغي مسكوتشول داخل وبيانسير البنات تحدوك الزيتون الكونكاسي والطماطيش يعطينا مدق رائع بعد ما خصلت المعناتي كاملة كانت بيانسير الحميسة ديالي بردت مية بالمئة على غوش جبت جبت ساشية تاكنجيراسون وبديت نخمل يعني الكميات اللي نسحقهم لبنات هادا الطريقة تليق بنا بزاف في رمضان يعني افان رمضان نشروكي ولا كيلور طالح لحساب الافراد تال عائلة البنات نديرو الحميسة ديالنا بهات الطريقة بس كفير رمضان نستعملو بزاف القدرة ويعني طاجين تعطين مدا بينا ما نعطلوش رحنا بالحميسة باش طاجين ديالنا يعني يطيب بالخف يعني هادو من التدابير اللي نسحقهم في رمضان الاغ اليوم بيسير العشية بديت وجيت ديك خوكي البنات بطريقة العادية اللي مالفان ديرها معاكم بصح كهين حاجة زيادة برك هنا درت رشا تعملح ربع حبيبات ولد الجاج كاس تا سكر كاس تا زيت درتونس زيت اليوم ونص تا مغغانين تحبو ديرو زيت كاملة ديرو زيت كاملة يعني كاس كاملة تا الزيت وهنا جبت من المجمد سكر فاتش تا تشينا يعطني بناء شبه قلو قطركم ونخلط كلش بالفوي تحبو تستعملوا الباتار ما فيها بس انا فوي بركو وانا فريتها ولا هادا يا نص تا مغغانين ونص تا الزيت هنا الحاجة زيادة رح ندير لانوات كوكولي قريتها في اللوغاتول اللي درتو معاكم وبالنسبة الاخوات اللي قالوا لي هادا كاللوغاتول بنت هادو كالمحبسات ولا الحلوة على المهرس قلت لكم نقدموها مع المشروبات بس كالحش وشتو كيفاش درتو درتو بلا شانتيه ألغم ماشي مع القهوة مع المشروبات فالا يعني هادي القوص برك فتحتو معاكم انا هادي كنوات كوكولي قعدت لي رح نستعملها في الكوكي تاعي هادو تانيك من التدابير في المطبخ ماذا بيكون باريكزون بكي تستعملوا حاجة فيها الكوكا ولا حاجة فيها نواة كوكو ولو تقعد لكم كمية صغيرة حاولوا تستهلكوها في الايام هادية يعني في هادوك الايامات مشي تخلوها حتى انها تتندى كاملو ألو غانا درتو حتى 3 مغارفو الاربعة الكمية غير مهمة وبديت ندير فلافا غين درت الكاس اللولاني مع باكيتا خميرة كيميائية زيت كيمارا كو تشوفو الكاس التاني با البنات اللي مارفين يخدموا حتى تولي انفات شداروحا انا هنا المبتدئات هنا الكاس تالت البنات بديت نخلط هو تقالف ويخلاص ولا ما يعني ما ولا تقيل ما على بات نحطه بجيه ونكمل بيد دي الكاس الرابع وماذا بيكون يعني لافاغين تغربلوها ومين تكون لافاغين غربلوه هذا ما كان وانا هنا انا نكمل الكاس الرابع والا شفت لاباتتاي ما زلها محتاجة نزيد والا كيف كيف هنا يا سكيفي استعملت خمسة كيسان تعفارينا نبدأ بيانسير ماشي خمسة كيسان لو كانا غير لاباتتاي يعني من التجربة نمسها نعرفها مين توما دائما بشوية بشوية جامية تتسرعو فلافاغين وبالنسبة لأخوات لي يعني على بل يبلي يخموا فيها يقولوا لي مادام فو مانجي تخوت سكرغي يعني تاكولي يرضي بالك ونقولكم يا اخواتتي انا عندي وليدات ويخرجوا ويعني يدبونسي وطاقة لازم كي يجو يشربوا خلاص والفو حاجة مع القهوات على عشية حاجة مع القهوات على التعصباح على يدبونسي وهم مشي منحني نحنا بتاتخلي من ديرو شريا دامنت من التجوش ناكلو لسكرغي سينو الأطفال اللهم يحرقوا مع دنا من خافوا وهدي قضية يتولف ويجو بخير فاغنطيبها في الدار خير ما نوح تشريها مبارا هذا الرأي ديالي وكل واحدة ويعني وطريقة تاحا المهم انا هنا لا بتتاعي رأيي ولا تطريقة كي ما شفتوها دوك كسك جو فى جو نتوى من بلان دو تخافاي بلان دو تخافاي ديالي دائما ننقيه لبنات هاد الحاجة دائما كيمزاف يقولوا لي لخاماتاك تبريه ويشنو هو السر السر اني ننقيها مخليهاش تتلاسق مخليهاش تراكومات وقتاش الحاجة تبدأ تشهاب وتبدأ اي حاجة ايناك صرخة مولة كي يعني نغفلو على النظافة ديالو اما لبلكم انا كوم يندفو هات الطهات العملية نديرها شحل من مرة فى النهار سيبو غصال لي تنظيفي جيني ساهل هنا راني نحاول انني نجاوب على استفسارات هالأخوات وممتا راني نخدم هنا بيسر بعد ما نتوى تلبلون دو تخافاي اني ندير حليب شات بيس كراني حاحبا اليوم الكروكي ديالي جوم تحفيني جو صار ألو معليا غير صغر ليبودا كي ما راكو تشوفو درت ديبودا رقاق بيش يجوني قتلكم لكوكي تهنا صغيرين وشابين تحبو تديرو نصف الكمية ديرو نصف الكمية انا هنا بيش نتهنها هكو تعرفو قيواتها الوليدات أنا هنا سقمت ليبودا ديالي تركا ندهنهم بولد الجج تحبو تديرو الصفار بارك تحبو تديرو حبا كومبلت الإسانسيال معليكم غير ديرو لفاني تحبو تزيدو كاكاو و تزيدو قهوة بش اللوني تجيح ما يمر أنا اليوم درتها غير بلافاني بارك شوية فاني حبيبات عولد الجج و لانواة كوكولي قعدتلي تنيت منها اليوم كاملة درتها كي ما راكو تشوفو فوق السطح و عبستها بيدي بش ما تطير ليش شوفوها و حطيتها في الفوق الطيب فوق ديالي 180 دراجة تدي واحدة نقولو 15 حتى الـ 20 دقيقة طيب ماذا بكم يعني تحمرو هاكي تحمر من التحت تزيدو حمروها من الفوق وهنا ياراني نقسم فيهم تحبو تقلبوهم على جنابهم وتكملو تزيدو تحمروهم زيدو حمروهم يجو فريمو بزاف البنة ديالهم تجي يعني هيلة اليوم كان الدوق مختلف فيك تزيدتلو هادا كنوات كوكو غريين وات كوكو اللي خدمت بها المرة اللي فاتت حمصتها ألوغ ما نخليهاش في البلارات تندالي نستعملها و مني أراني وجيت حاجة لوليداتي و مني رانيت هانيت من حاجة عندي في البيفي هاوليك لكوكو كتانا راهوليك واجد شاهدتكم بالصحة و شاء الله الفيديو تالي يوم تكون نفعتكم تكون فادتكم شوفوا كيفاش خرجوا شابين بنان متحفين و يعني بمقادر بسيطة هادي يا أخواتي بالنسبة للفيديو تالي يوم إن شاء الله تكون عجبتكم و إلى فيديو واحدة أخر نقول لكم كاملة حبيباتي نمتم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته